بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدي قناة نهل الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامتكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس زي ما قلت لحضراتكم من النهاردة هنبدأ نتكلم فقط عن مباراة يوم الاثنين القادم إن شاء الله ربنا يكرمنا في النهاية الأفريقي الأهلي والوداد بإذن الله بإذن الله يوم الاثنين اليوم الغريب اللي هو اختاروا الاتحاد الأفريقي ولكن يوم الاثنين الساعة تسعة بالليل بتوقيت القاهرة كلنا كلنا هنبقى كأهلوية قاعدين مستنين هذه المباراة إن شاء الله احنا مع حضراتكم كل يوم بما فيهم الجمعة والسبت كمان يعني هنبقى متواجدين دائماً بصهرات خاصة بالمباراة النهائية إن شاء الله حتى يوم الجمعة طبعاً الخميس بيبقى معنا ملك وكتابة الجمعة حيكون معنا حد ويوم السبت حيبقى معنا نجم آخر ويوم الحد إن شاء الله يكون مع حضراتكم ويوم الاثنين كلنا بقى حنتفرج على المباراة مع بعض عشان كده لا صوت يعلو فوق صوت هذه المباراة المباراة النهائي الإفريقي عندنا مباراة قرية وتاريخية مهمة جداً 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 محتاجين الدعم، محتاجين التكاتف، حنقفل كل الملفات حالية أنا عندي في ملف التحكيم المحلي حاجات كتيرة جداً ممكن أتكلم فيها ولكن أنا حقفل كل شيء بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المهمة الوطنية الإفريقية ليه بقول مهمة وطنية؟ لأن النادي الأهلي يمثل مصر في هذه المباراة في نهائي دور أبطال إفريقيا عشان زي ما حضراتكم عارفين محدش يقدر يخرجنا عن تركزنا ومحدش هيقدر يخرجنا عن تركزنا ولا هنخش مع حد في مهاترات اللي عايز يقول حاجة يقولها دلوقت يعني الحقو اللي عايز يقول حاجة يقولها لأنه كل غرضنا فقط هو دعم فريقنا دعم لعبتنا النهاردة كنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناتكم قناة الأهلي علشان نعرض لحضراتكم منذ لحظة خروج البعثة من النادي الأهلي من بعد التمرينة وحتى وصول البعثة بعد شوية إن شاء الله هنكون مع حضراتكم نجيب لحضراتكم إيه اللي حصل أول ما البعثة وصلت شعار المرحلة اللي جاية التتويج بالأميرة الإفريقية للمرة الحداشر التتويج بالأميرة الإفريقية للمرة الحداشر رغم أنف الحاقدين ومثير الفتن خلاص حاجات كتير عايز أتكلم فيها ولكن زي ما قلت لحضراتكم هناك الكثير من من لا يشجع النادي الأهلي يريد أن يعرقل مسيرة المارد الأحمر نحو اعتلاء عرش القارة الإفريقية للمرة التالتة على التوالي حصلت في 2007 ولكن النهاردة في 2022 إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا وأنا عارف أن ده مش هيتحقق غير بثلاث حاجات إرادة الله عز وجل ودي أهم حاجة طبعا الدعم الجماهيري والمؤذرة الكبيرة جدا اللي بيشوفها اللعبة تالت حاجة تركيز اللعبة ورجلتهم جوا الملعب في ملعب إيه؟ محمد الخامس محدش دلوقتي هيقدر يتكلم ويقول أصل إحنا ما لسه حنشوف المباراة تتلعب خلاص المباراة تتلعب يوم الاتنين الساعة تسعة بالليل في مراكب محمد الخامس وسط 30 ألف مغربي موسيقى